أنا اسمي حسن وهاب مؤسس ورئيس الشبكة مدافعي ونشطاء حقوق الإنسان في العراق هي شبكة قيد التسجيل في دائرة المنظمات المجتمع المدني نحن مجموعة منظمات فهي شبكة تعمل مع مجموعة من منظمات حقوق الإنسان من كافة المحافظات العراقية بصراحة أنا شخصياً على المستوى الشخصي أعمل مع آي كوك منذ 2017 وأنا ملأت حتى استمارة العضوية لإعتبارات كثيرة أهمها أن هذه المنظمة هي المنظمة الوحيدة التي تعنى بشؤون الشركات الأمنية الخاصة وأعتقد أن أثرها كبير على واقع حقوق الإنسان فيما يخص الاحترام الشركات الأمنية لواقع حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان فنعتقد أن هذه المنظمة بصراحة ساعدتنا أولاً على التواصل مع الشركات الأمنية الخاصة في العراق وهذا شيء نادر أن نجد منظمة تعنى بالشركات الأمنية الخاصة وتخلق جزور من التواصل والتعاون مع الشركات الأمنية الخاصة بقية المنظمات وهذا جزء مهم وفي غاية الأهمية أنه نحن نكون على الطلاع بالأعمال التي يقوم بها بقية المنظمات في العالم في مجال مراقبة وتسجيل الشكاوة بحق الشركات الأمنية الخاصة ويكون عندنا هذه المساحة لتبادل الأفكار والتحديات وبنفس الوقت تبادل المعلومات والمشاكل التي يعانون منها الشركات الأمنية الخاصة فبالتالي من الأثر التي لمسناه حقيقة أنه في مجال حملات المدافعة والضغط فمن أبرز المعوقات بصراحة والتحديات هو موضوع المعلومات والوصول إلى المعلومات الوصول إلى المعلومات صعب جدا مع الشركات الأمنية الخاصة على مستوى الرسمي أيضا لا توجد إحصائيات رسمية واضحة لأعداد الشركات أعداد العاملين نسب الإناث والذكور هناك ضعف في التواصل بين الشركات الأمنية الخاصة وأيضا المنظمات وهذا الحاجز خلق هذا النقص في كمية وحجم المعلومات وتدفق المعلومات بين المنظمات والشركات الأمنية الخاصة العراق تقريبا مبتعدة عن العمل بشكل مباشر مع المؤسسات الأمنية يعني غالبا ما تتجه نحو مؤسسات أخرى يعني في مجال التنمية المساعدات التطور اللي لاحظته مع أثناء عملي مع منظمة آي كوكا يعني الكثير من التغيرات اللي حدثت بالسنوات الماضية يعني يعني لاحظت من ضمن هذه التغيرات اللي بصراحة لمستها أنه حضور أكثر لآي كوكا في الميدان يعني أصبح هناك زيارات للعراق لقاءات أكثر مع منظمات المجتمع المدني ومحاولة للتوسع أيضا في جانب المتابعة من قبل آي كوكا مع الشركاء الأعضاء وتحفيزهم على المساهمات ترجمة نانسي قنقر